السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم فيه معلومات هامة جدا رح نبدأ أولا بإضراب القطارات في ألمانيا كما نعلم إضراب القطارات بدأ يوم الأربعاء ومستمر حتى يوم الأسنين الساعة السادسة مساء الآن رئيس نقابة عمال القدل بيسلسكي في تصريحات له قال أنه يوجد هناك تفهم شعبي لمطالبنا ومطالب سائقي القطارات في ألمانيا على عكس ما يشاع بعد موجة الانزعاج الكبيرة سواء الناس المتأثرة بإضراب حركة القطارات أو حتى الانتقادات من جهة العديد من السياسين وخاصة وزير المواصلات الألمانية فولكا فيسينغ واعتبر أنهم سيتمسكون بمطالبهم حتى النهاية من جهة أخرى أيضا رفض الاتهامات الموجهة لهذه الإضرابات بأنها أثرت أيضا على الاقتصاد الألماني باتبار أن سائقي القطارات لقطارات الشحن أيضا يوجد بينهم إضراب واسع أيضا فذلك أدى إلى تأثير أيضا نقل حركة نقل البضائع والأشياء الضرورية للمصانع والمعامل الألمانية فبالتالي تأثير أيضا الاقتصاد الألماني وقال أنه إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية عن ذلك فهن المانجة في شركة دويتش بان يعني مدراء شركة الخطوط الحديدية الألمانية من وجهة نظره ولكن الشيء الأهم أنه أيضا لوح وألمح إلى أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم فإن الإضراب القادم سيكون أطول في تلميح واضح يعني أن الإضراب القادم سيكون أكبر وازو تأثير أكبر علما أن هذا الإضراب يعتبر أكبر إضراب في تاريخ شركة الخطوط الحديدية الألمانية بهذا الشكل كذلك الموضوع التالي هام جدا جدا بعد قرار رؤساء وزراء المقاطعات والمستشار الألماني في اجتماع سابق لهم بالسماح باستخدام البطاقة ذات الرصيد بدل من دفع الأموال نقدا لطالبي اللي جو في ألمانيا نعلم أن العديد من البلديات في ألمانيا والمناطق إما بدأت حتى بتوزيع هذه البطاقات والبعض منها يعني لا يزال يقوم بتحضير هذه البطاقات للاستعمالية بشكل أوسع وخاصة في المدن الكبيرة في ألمانيا في الأشهر القادمة ومتوقع أن نشهد ذلك في عدة مراطق في ألمانيا ولكن من بين البلديات التي بدأت باستعمال هذه البطاقة في وقت سابق في مقاطعة تورينغن هو لاند كرايس كرايتس وفي وقتها أدى ذلك بشكل مستغرب أيضا منه أدى إلى رحيل العديد من طالبي اللجوء عن ألمانيا وعودتهم إلى أوطانهم وتم النظر إلى الموضوع إلى أن هذا الإجراء الآن اللعبة دور أيضا في عدم اجتزاب الناس إلى ألمانيا ممن يأتي طمعا بالمساعدات الاجتماعية العالية في ألمانيا والحصول عليها نقدا وإرسال هذه الأموال إلى بلادهم ولكن الآن ومرة أخرى وفي كرايس آيسفيلد أيضا أظهر فرض هذه البطاقة مرة أخرى أدى إلى رحيل العديد من الناس من طالبي اللجوء عن هذه البلدية ومغادرتهم إلى أوطانهم رح نشوف العديد من التفاصيل الآن حول هذا الموضوع في هذه المنطقة مدير الناحية أعلن أنه في وقت سابق قام بهذا الإجراء بفرض هذه البطاقة على عدد من طالبي اللجوء ولكنه فعل ذلك من باب تشجيع الناس على العمل علما أنه التاشنجلت يعني أيضا لا تزال يعني يتم منحها باع يعني نقدا ولكن البقية المبلغ يعني على شكل بطاقة ذات رصيد يمكن خلالها أيضا شراء حاجيات للإنسان وتوقع أو قام بهذا الإجراء الآن طبعا هو عن حزب الـCDO يعني لاندغات فيانا هنينغ عن حزب الـCDO وقال أنه اتخذ هذا الإجراء بفرض هذه البطاقة لتشجيع الناس على العمل يعني أيضا مكافأة من يعمل حتى إذا كان الشخص الذي يعمل لا يحصل على يعني عدد أو يعني الدفع أو الأجر ليس عالي فإنه يمكن يحصر على تكملة أيضا ولكن على شكل نقدا يعني باع ففي هذه الحالة كان الهدف هو تشجيع الناس على العمل ولكنه تفاجأ بأنه هذا الإجراء لم يؤدي إلى توجه الناس إلى العمل وإنما أدى إلى مغادرتهم ألمانيا والعودة إلى أوطانهم وفي تصريح حرفيا قال Wer nicht arbeitet obwohl er arbeiten kann ist faul يعني من لا يعمل رغم أنه يستطيع أن يعمل فهو كسول deshalb belohnen wir diejenigen weiter mit bargeld die sich in unsere Arbeitswelt einordnen wollen. يعني في هذه الحالة أننا نكافئ من يريد أن يعني يعمل أو بالأموال نقدا يعني لمن يقوم بالاندماج في سوق العمل التفصيل بالأرقام الآن رح نشوفه في شهر دتسمبر قام مدير الناحية هنينج بإدخال هذه البطاقة ومحاولة منحيها لمية وخمسة وثلاثين شخص من أصل ستمائة شخص من الطالبي اللجوء تحديدا أراد منح هذه البطاقة للأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم أو لمن يعني عليه دولدون يعني أيضا ممن تم رفض طلبات لجوئهم وحاول منح هذه البطاقة لمية وخمسة وثلاثين شخص في هذه الحالة أدى هذا الإجراء إلى أن العديد منهم رفض هذه البطاقة وغادر ألمانيا وعاد إلى وطنه من بين إذن نسبة ثلاثين تقريبا يعني قاموا بهذا الإجراء من 92 شخص رفضوا البطاقة حتى 35 شخص منهم حتى غادر إلى بلدانه الأصلية تحديدا تم ذكر الدول إلى جورجيا وإلى الفيست بلكان يعني إلى منطقة دول بلقان الغربي وصبتع الشخص منهم توجه إلى العمل فهناك يعني استنتاج ومفاجأة من هذا الموضوع بمعنى أن فرض هذه البطاقة الهدف كان منها تشجيع الناس على العمل لمن يستطيع أن يعمل بدل من الجلوس في البيت فأدى ذلك إلى عدم رغبتهم بالعمل فهو تفاجأ يعني ليس ذلك فقط وإنما حتى غادروا ألمانيا وعادوا إلى بلدانهم الأصلية والبعض منهم كما رأينا يعني كما 17 شخص توجه إلى العمل ففي الحالتين يعني هناك أثر إيجابي لهذا الموضوع بمعنى أنه من يجلس هنا ولا يريد أن يعيز أنه هو الهدف فقط الطمع بالمساعدات الاجتماعية وبعتبر أنه غادر إلى بلده إذن هو ليس مطارد ليس ملاحق ليس عليه شيء فهذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا شجع الآخرين يعني عدد لا بأس به كمان كنسبة مئوية إذا أخذناها أيضا على التوجه إلى العمل فهذه التجربة يعني الآن التي نشرتها صحيفة البلينة سايتون كذلك يعني تسلط الضوء على أثر هذه البطاقة فيما لو تم تطبيقها بشكل واسع في ألمانيا فبتمنى أسمع أيضا رأيكم بهذا القرار الذي اتخذ في وقت سابق ومن المتوقع أن يبدأ تدريجيا تطبيقه بشكل أوسع وأوسع في ألمانيا الموضوع التالي الآن خلاف علني من قبل وزيرين في الحكومة الألمانية بين وزير المال عن حزب الاف دي بي كريستيان ليندنا ووزير العمل هوبيعتوس هايلان حزب الاس بي دي كما نعلم أن وزير العمل هو صاحب ومهندس مشروع بيرجا جل في ألمانيا والمساعدات الاجتماعية وهذه الزيادات الكبيرة التي شاهدناها في الوقت السابق كريستيان ليندنا وزير المالية الذي هو أيضا تحت الضغط لمحاولة هندسة الموازنة في ألمانيا مع قرارة المحكمة الدستورية والنقص الكبير أيضا في الأموال وتمويل المشاريع في ألمانيا بشكل دائم أيضا كان منتقد حزب الاف دي بي لزيادة المساعدات الاجتماعية بهذا الشكل الكبير في هذه الحالة اعتبر أو توقع أنه العام القادم رح يكون فيه يعني النلغند بمعنى أنه عدم زيادة للمساعدات الاجتماعية كما شاهدنا في السنوات السابقة كان في زيادة في المساعدات الاجتماعية بشكل سنوي أحيانا أقل أحيانا أكثر قبل ثلاث سنوات كانت الزيادة قليلة مع إدخال نظام البيوجة جل تم رفوع بشكل كبير ومع بداية هذا العام حتى رفوع بنسبة أكبر وأكبر بنسبة 12% فكانت الزيادة كبيرة جدا في العامين الماضيين وبالتالي اعتبر وزير المالية أنه في العام القادم ربما يعني نلغند يعني ما يتيجي أي زيادات ولكن وزير العمل الألماني هوباتوس هايل انتقد مباشرة هذه التصريحات وزير العمل هوباتوس هايل انتقد تصريحات وزير المالية واعتبرها أنها توحي بأن الموضوع هو موضوع حظ أو قمار يعني أنه بالصدفة يعني أو بالحظ تتم رفع المساعدات الاجتماعية وأن قال أنه إعطاء هذا الانطباع شيء خاطئ لأن زيادة المساعدات الاجتماعية هو الشيء مرتبط ومتوافق مع الدستور الألماني ويحفظ كرامة الإنسان وفق معايير وضوابط كما نعلم التي تم وضعها نظام البرجاجلت وخاصة الاستجابة السريعة لموضوع التضخم مع التضخم وارتفاع الأسعار فالمساعدات الاجتماعية أيضا يجب كما يتم الآن رفع الأجور في مختلف القطاعات في ألمانيا فالمساعدات الاجتماعية أيضا يجب أن تكفي للناس التي تحصل على المساعدات الاجتماعية أو بحاجة للمساعدات الاجتماعية يجب أن تزداد أيضا بشكل يتوافق بما يحفظ كرامة الإنسان في ألمانيا فبالتالي أعتبر أن هذا الموضوع متوافق مع الدستور وليس موضوع حظ كما يريد ربما يوحي أو انتقد بهذا الشكل وزير المالية فالصراع لا يزال مستمر على موضوع المساعدات الاجتماعية حتى داخل الحكومة نفسها بين الأحزاب الثلاثة وخاصة حزب الاف تي بي ومن ناحية والأس بي دي والقلون من ناحية أخرى وليس بين مثلا الحكومة والمعارضة في الموضوع التالي الحديث عن دراسة جديدة تسلط الضوء على أسباب أخرى لتراجع وانكماش الاقتصاد الألماني على الأقل لعام 2023 في هذه الدراسة للفابندة فوشنن فاماون تنيمن اتحاد شركات البحث العلمي شركات الأدوية للبحث العلمي التي أظهر الدراسة لهم أن أحد أو أهم سبب من وجهة نظر هذه الدراسة كان تراجع الاقتصاد الألماني لعام 2023 كما نعلم لم يحقق نمو لأول مرة منذ زمن طويل وتراجع بنسبة 0.3% عام 2023 وأن هذا التراجع الاقتصادي سببه هو زيادة الحالات المرضية لدى العاملين في ألمانيا حيث تم تسجيل عام 2023 زيادة كبيرة فوق المعتاد لتسجيل الحالات المرضية في ألمانيا مما أدى مقارنة مع السنوات السابقة حتى في فترة الجائحة في فترة جائحة كورونا أيضا فأدى ذلك إلى الآن بالمتوسط إلى ارتفاع نسبة عدد الأيام المسجلة للمرض بسطيا في ألمانيا إلى 19.4 يوم طبعا فاصلة 4 لأنه هو رقم حسابي متوسط حسابي وهذا هو الرقم العالي الذي أدى إلى أو تأثر به الاقتصاد الألماني ولم يستطيع أن يحقق النمو ولم تكن هذه النسبة عالية فلا كان استمر الاقتصاد الألماني في النمو وتم الحديث عن الأسباب كيف يؤثر ذلك غياب العاملين في الشركات والمصانع وكل الأماكن عن عملهم أدى إلى تراجع القدرة على الإنتاج لهذه الشركات بنسبة معينة وتراجع هذه القدرة يعني تراجع أرباح الشركات تراجع عائدات الضرائب للدولة وأيضا شركات التأمين الصحي التي أيضا تأثرت بشكل كبير يعني انفاق المليارات على أيضا الحالات المرضية فذلك بالمجمل يعني زيادة نسبة الأيام المرضية لدى العاملين في ألمانيا ولو بهذه النسبة يعني مختمة السنوات السابقة أثر حتى على الاقتصاد الألماني فالحديث هنا عن سبب جديد مختلف كليا عن الشيء التقليدي وهو مثلا الحرب الموجودة في أوروبا بعد جائحة كورونا وتأثير سلاسل التوريد وانقطاع الغاز ومشاكل الطاقة من ناحية ولكن هنا تسليط الضوء على شيء آخر مختلف تماما فيريد تعطونا انطباعكم كمان عن هذا الموضوع فهل فعلا ذلك يعني ما هي الأمراض الرئيسية طبعا لازم نأخذ فكرة عنها كمان التي أدت إلى ارتفاع الحالات المرضية لعام 2023 أهم شيء هي أمراض الرشح والزكام والتهاب القصبات من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا ولو بنسبة أقل أيضا الأمراض النفسية مثل الاكتئاب هذه الدراسة وإن لم يتم نشرها بعد بشكل رسمي ولكنها يعني موجودة بشكل كامل أيضا لدى الإعلام الرسمي الألماني فكل وسائل الإعلام الألماني تتحدث أيضا عن هذا السبب الذي ينظر إليه الآن من جانب آخر الذي أثر أيضا على الاقتصاد الألماني ويكون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته